نعم بعد كده دخلت كلية التربية رياضية كان سنة كم سنة بقى؟ كان 21 ونص كده 21 سنة ونص دخلت كلية التربية رياضية بعد كلية التربية رياضية لعبت فريق كلية من سنة أولى ليه خدت ليه 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 فضلت كلية التربية رياضية؟ والله ده المجموع ده المجموع أنت أمبرت يعني؟ أمبرت يعني لو جالك مجموع عالي كنت دخلت حاجة تانية؟ والله كنت أنا بفكر في طب أسنان ولكن يمكن كلية التربية الراضية ساعدت الواحد كتير جدا طبعا كلنا اجتهد وبتاع تلقى السادس عالدفعة على مصر وسكندرية ما شاء الله كنت بيضحي بقى خدوا عشرة معاديين فاخدوني أنا معيد كرة القدم للحظ السعيد اللي الكابتر عبدالصالح كان انت اللي اخترت كرة القدم ولا هم اللي لا اخترت كرة القدم ها طبعا كرة القدم هل كان فيه تخصصات تانية تخصص اه كرت كرة القدم ودخلت في كرة القدم ومشيت في كرة القدم وكان اول كان الاستاذ حلب في مختار اه رحمة الله عليه استفدت منه كتير جدا جدا يعني الحقيقة ما فيش اي سؤال اللي بسألهله وبعمله لما جي الكابتر عبدالصالح بقى الكابتر عبدالصالح ايه اخترني بقى الاب الروحي بتاعك اخترني ليه انا بحرفش سأل بقول لي تحب تشتغل دكتور عمري في التدريس كنت لسه كنت طالب خلصت لا كنت خلصت كنت معيد في الكلية كنت معيد بقى اه فجيه الكابتر كابتر عبدالصالح برة في سعودية لما جيه قال لي طب انا اشتغل معايا كان يدي المحاضرة الاولى واشوف كويس جدا بيدي ايه يقول لي فيه خمس محاضرات بقى تديهم انت تعلمت على دي بقى وانا فاكر ان هو ايه ما بيتبعليش لكن طبيعة الواحد الاخلاص والشغل نعم تخلص المحاضرات الخمسة اديها وحتى اموت كنت كانت علاقة ايه بالكابتر عبدالصالح الوحش مجرد تلميذ ولا انت بتحس اني ده ابي روحي ليك ان ممكن تنصر في وقت باللوقات على ايدي الكابتر عبدالصالح كل حاجة تلميذ ابي روحي يكف ان انا بشوفه قدام انت بتتكلف يا صف كابتر عبدالصالح الله يرحمه كان مسأل اعلى وقدوة لي لي واني لكل زماية انا من الناس اللي ليه بعد ربنا ليه فضل علي اللي ابن رجاولي كابتر حبك جدا اه طبعا جدا الكابتر عبدالصالح جي في يوم بعد سنة بعد سنة جابني وقاللي تحب تشتغل في النادي الاهلي بتقولو ايه النادي الاهلي ايه ايه ليلة القادر تعالي النهاردة الساعة اه تلاتة كان هو كان هو بقى في النادي الاهلي كان كان مدارب الفريق الاول ايوة وكان كابتر صالح سليم لكان بعد ما جي من ليبيا في البداية في اوائل السبعينات اه ايه فهول السبعي اه ما هو اللي عمل الفرق دي تواجهي دوكوتي بعدين اه ايوة اه ايوة بالظبط كده فروحتين رو الساعة ثلاثة الجادلة اللي تقعد مع مين مع كابتر صالح سليم كابتر جاري كابتر مرود لديم كابتر عز لبروس اول مرة دي تخش فيها النادي الاهلي اول مرة كان احساسك يوم التداخل الاهلي احساسي خوف جدا انا خايف ومرعوب اول واحد قبلته من تداخل النادي الاهلي هو كابتر عبد صالح على طول هو كان مستنين على طول بس كالفرق مستنيني جاء يا كابتر صالح ده عمر ابن المجدي اللي كلمتوك عليكم عليه من سنة اه ايه من سنة كابتر صالح قال لي قال لي بقولك هو تفتكر ان انا جايبك هنا اه النهاردة لا انا متابعك وكذا وساعات اقولك انا ماشي وما متشيش اقعد مش عارف ورا ايه ورا شجرة ورا مش عافية يعني هنا الشخص لما في حد داته بيكتهد في شغله ربنا بيديه يا سلام انت قلت الحكبة يعني اكتهد اكتهد جدا جدا